من الله الرحمن الرحيم من الله الرحمن الرحيم وسلام على عباده الذين أخص منهم سيدنا المصطفى وآله وصحبه أولي الوفا وبعد فقد جرت عادتي أن أفتتح كل الفعاليات والأنشطة والمجالس والدروس والمحاضرات بحديث نبوي شريف جرت عادة أهل العلم بالاستفتاح به وهو عنوان من عنوين هذا الدين وشعار بارز من شعارات هذا التراث وهو قوله عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحمه من في الأرض يرحمكم من في السماء وبعد أيها الإخوة الأحبة المشاركون معنا في هذا المجلس الكريم الذي شاء المنظمون والقائمون عليه أن يكون موضوع الحديث في ثقافة المحقق وهذا موضوع كبير فإذا نظرنا إلى هذه الإضافة إلى هتين الكلمتين الثقافة والمحقق نجد أن الثقافة هذه اللفظة اليسيرة تستدعي كلاما كثيرا وكذلك المحقق وإذا نظرنا إلى الكلمتين حال كونهما مترابطتين فهذا يؤدي بنا إلى موضوع آخر فهناك الثقافة وهناك التحقيق وهناك ثقافة المحقق والمحقق اسم فاعل فكما نقول لأن لدينا عالما فكذلك لدينا محقق ما هي العلاقة بينهما ما هي العلاقة بين العالم وبين المحقق الذي أرى أن كل محقق هو عالم بالضرورة وليس كل عالما محقق كل محقق يفترض فيه أن يكون عالما أن تكون الحصيلة العلمية لدي التكوين العلمي لدي تكوينا عاليا جدا بحيث حصل على هذا المسمى الكبير الشريف وهو مسمى عالم ثبا بعد ذلك حصل على الوصف الآخر وهو كونه محقق فوصف التحقيق وصف زائد على وصف العالم من هنا كل محقق عالم وليس كل عالم محقق هناك كثير من العلماء ولكنهم لم يقتربوا من بحر التحقيق ولم يمارسوا هذا العلم لأن التحقيق أصبح اليوم علما قائما بذاته وقد كان سابقا فرعا من فروع علم الحديث ونستطيع أن نقول بأن علم التحقيق ولد من رحم علوم الحديث فإذا نظرنا إلى هذا العنوان إلى الثقافة إلى المحقق والمحقق الذي يتبطن هذا الوصف يتبطن وصفا آخر هو وصف العالم من هنا يتضح لنا ساعة هذا الموضوع ولكن لا بد أن نختزل الأمر اختزالا وأن نأخذ رؤوس أقلام لأن الوقت لا يتسع لتناول المفردات التي تندرج تحت هذا العنوان علم التحقيق الذي كما قلت ولد من رحم علوم الحديث علم له أصول وله قواعد هذه الأصول وهذه القواعد ما رسها العلماء ما رسها النساخ ما رسها الوراقون وهذا الذي نقوم به نحن اليوم له جذور كبيرة في تاريخنا لو نظرنا مثلا إلى نص أورده الحافظ المؤرخ الكبير محمد بن عبد الرحمن السخاوي المصري متوفى سنة تسعمائة واثنتين للهجرة لو نظرنا إلى نص قاله في كتابه الإلمام في ختم سيرة بن هشام لاتضح لنا ما أقول وقد أفاد رحمه الله في هذا الكتاب الرائع الإلمام في ختم سيرة بن هشام أفاد فائدة رائعة عن أصول علم التحقيق قال إن الوزير أبا القاسم الحسين بن علي المعروف بابن المغربي وقد توفي سنة أربعمائة وثماني عشر للهجرة يعني في أوائل القرن الخامس الهجري إن هذا الوزير كتب نسخة من سيرة ابن هشام وماذا بعد ما الغريب في هذا ولماذا يساق هذا الخبر قال كتب نسخة من سيرة ابن هشام وقابلها بأصول بأصول بين اختلافها بالهامش لاحظوا أولا كتب نسخة ثانيا قابلها بأصول يعني جاء بأصول أخرى بنسخ أخرى وقابلها وبين الاختلاف ما نسميه اليوم الفروق بيّن اختلافها بالهامش بالحواشي مع فرائد مهمة مبتكرة له أو منقولة هذا هو التعليق أضاف أشياء مهمة مبتكرة يعني من مفهوماته هو أو من منقولاته ثم ماذا جاء إلى أمر فني آخر قال وجزأه ثلاثين جزءا هذه النسخة من السيرة جزأها ثلاثين جزءا لماذا كأنه يريد أن يقرأ هو أو غيره كل يوم جزءا من هذا الكتاب ليبقى على صلة دائمة بالسيرة النبوية وهذه التجزئة لها في تراثنا أشباه ونظائر فمن الكتب التي جزئت صحيح البخاري ومن الكتب التي جزئت أيضا إحياء علوم الدين ولهذا حديث آخر ثم ماذا قال وفهرس بأول كل جزء ما اجتمل عليه لسهولة الكشف من الأمور الفنية التي قام بها أيضا أنه قام بفهرس وهذا الفهرس بأول كل جزء من الأجزاء الثلاثين لاحظوا إلى هذا السبق الكبير الذي كان صاحبه قد توفي سنة أربعمائة وثمان عشرة ثم قال السخاوي وانتفع الناس به لما أبدى من المهمات هذه لمحة عن علم التحقيق في تراثنا وهذا التراث تراث غني جدا ما أجمل ما يقول الشاعر الأمريكي أوليفار ويندن هولميز الحكمة هي ملخص الماضي والجمال هو وعد المستقبل الحقيقة أن هذا القول ينطبق على تراثنا انطباقا كبيرا الحكمة هي ملخص الماضي هذا التراث الذي هو ماضين العريق هو الحكمة بعينها والجمال هو وعد المستقبل هذا التراث يمكن أيضا أن يأخذ بأيدينا إلى مستقبل جميل جدا فنتحقق بالجمال ولكن هذا التراث لا يمكن أن يحاط به بسهولة لا بد له من تعب ومن استقراء ومن متابعة وكما قال تابعي الجليل يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسد لا يستطاع العلم براحة الجسد للعلم شروط ولعلكم قد قرأتم ما قاله ابن رسلان في نظم الزبد من نفسه شريفة أبية يربأ عن أموره الدنية ولم يزل يجنح للمعالي يسهر في طلابها الليالي المحقق إذا أراد أن يكون محققا وأن يكون مثقفا لا بد أن يكون كذلك من نفسه شريفة أبية يربأ عن أموره الدنية ولم يزل يجنح للمعالي يسهر في طلابها الليالي فالمحقق هو أولا عالم ثم هو محقق توافرت فيه شروط التحقيق ثم بعد ذلك أضاف إضافات أخرى تحقق له وصف الثقافة العامة وهذا باب كبير ولا بد لذلك من مراعاة الأولويات في هذه الثقافة كما قال عبد العزيز الهلالي وقدم الأهم إن العلم جم والعمر طيف زار أو ضيف ألم لا بد للعلم من توافر الشروط وفي تراثنا الذي نريد أن نكون محققين فيه كلمات مضيئة في هذا ما أجمل ما قال الإمام الشافعي يحتاج طالب العلم إلى ثلاثة أشياء طول العمر وساعة اليد والذكاء وما أجمل ما قال محمد بن الجهم لا يكون المرء عالما حتى يكون فيه خمس خصال غريزة محتملة للتعلم وعناية تامة وكفاية طائمة واستنباط لطيف ومعلم ناصح وما أجمل ما قال محمد بن علي المعروف بالمبرمان النحوي يقول لا يحصل العلم إلا بستة أشياء زمان وأستاذ وجد وشهوة وقريحة جيدة وفراغ بغير هذا لا يحصل العلم زمان وأستاذ وجد وشهوة وقريحة جيدة وفراغ إذا أراد الإنسان أن يكون عالما محققا محققا في العلم ومحققا للتراث فهتان صفتان ثم بعد ذلك محقق في التحقيق وهذه صفة ثالثة صفة ثالثة محقق في العلم محقق للتراث محقق في التحقيق هذه صفة ثالثة هذه لابد لها من شروط زمان وأستاذ وجد وشهوة وقريحة جيدة وفراغ هذه الدورات وهذه الندوات في واقع الأمر إنما هي مفاتيح صغيرة والباقي إنما يتوقف عليك يا من تريد أن تكون محقق الشيخ الفقية أبو بكر أحمد بن علي دينوري قال لتلميذه ابن الجوزي أصخ لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن مكنونها ببياني ذكاء وحرص وافتقار وبلغة وجودة أستاذ وطول زماني ومحمد بن برك الحلبي يقول سمعت عثمان ابن خر زاذ يقول يحتاج صاحب الحديث يعني الذي يطلب الحديث يطلب العلم إلى خمس فإن عدمت واحدة فهي نقص يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط وحذاقة بالصناعة مع أمانة تعرف من وهذه الأشياء التي أقولها كلها في الواقع داخلة في ثقافة محقر وابن رشد يقول في مقدمات في الاعتقاد في الاعتقادات قال ولا يحصل العلم إلا بالعناية والملازمة والبحث والنصب والصبر على الطلب كما حكي عن موسى عليه السلام أنه قال للخضر ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرها وهذه آية غريبة استنبط منها الإمام الرازي أكثر من عشرة آداب راعاها موسى في هذه من هذه الجملة استنبط الآداب التي راعاها موسى مع أستاذه الخضر ويقول بالرشد قال بعض الحكماء العلم يفتقر إلى خمسة أشياء متى نقص منها شيء نقص من علمه بقدر ذلك وهي ذهن ثاقب وشهوة باعثة وعمر طويل وجدة وأستاذ وله خمس مراتب أولها أن ينصت ويسمع ثم أن يسأل فيفهم ما يسمع ثم أن يحفظ ما يفهم ثم أن يعمل بما يعلم ثم أن يعلم ما يعلم هذا هذا شيء من شروط تحقق العالم أو المحقق بالعلم وبالثقافة وبالتحقيق ثم نأتي بعد ذلك إلى رؤوس أقلام لهذا الموضوع لثقافة المحقق ولأخلاق المحقق فهناك أمور لا بد من توفرها أو توفرها في العالم والمحقق من ذلك مثلا الأنات والتثبت في البحث العلمي وهذا بالمفهوم الواسع لكلمة الثقافة من ثقافة المحقق أن يكون متأنيا متثبتا في البحث العلمي وللأنات والتثبت في البحث العلمي في تراثنا باب كبير ومصادر كثيرة وتطبيقات أكثر ولها وسائل إذا اتسعى الوقت قد نأتي على ذكرها من ثقافة المحقق المعرفة التام بتاريخ الكتاب أيها الأحبة كل كتاب من الكتب هو كالإنسان له سيرة ومسيرة كل كتاب كل كتاب من الكتب له سيرة ومسيرة له تاريخ له سيرة ذاتية كالإنسان هذا من حيث الكتاب بوصفه مفردا أما الكتاب من حيث وصفه وصفا من حيث الجنس فإن للكتاب كذلك تاريخا طويلا عريضا الكتاب من حيث هو لا من حيث كونه مفردا الكتاب له تاريخ في نشأته واسيرته ومسيرته الكتاب بوصفه العام فمن ثقافة المحقق أن تكون لديه المعرفة التامة الدقيقة الشاملة بتاريخ الكتاب من حيث مناهج التأليف من حيث اللغات من حيث التبويب وهكذا وهذه الفقرة من ثقافة المحقق التي هي المعرفة بتاريخ الكتاب يندرج فيها أكثر من مئتي مفردة تتعلق بتاريخ الكتاب وهذه الفقرة وحدها تحتاج إلى محاضرات مطولة ليكون لمن يريد سلوك هذا الطريق لتكون لديه مفاتيح للولوج إلى هذا العالم العجيب الغريب هناك أكثر من مئتي مفردة تتعلق بتاريخ الكتاب من ذلك من ثقافة المحقق ونحن الآن نستعرض العناوين التي تندرج تحت هذا العنوان ثقافة المحقق لا بد للمحقق أن تكون من ثقافته معرفة تامة بمصادر الثقافة العامة في التراث العربي الإسلامي هذا فيما يتعلق هذا كلام كله فيما يتعلق بالثقافة ونحن نفترض هنا أن المحقق قد تكون فأما تكوين المحقق ما هي الثقافة اللازمة لتكوين المحقق فهذا أيضا شيء آخر الثقافة اللازمة لتكوين المحقق من حيث توافر مفردات علم التحقيق فيه هذا شيء آخر وله كذلك حديث كيف يكون محققا هذا له حديث نحن الآن نتحدث عن الشق الأول من العنوان وهي الثقافة ثقافة المحقق بهذه الإضافة وليس الثقافة بمعناها العام الواسع المتنوع لا إنما بهذه الإضافة ثقافة المحقق المحقق للتراث العربي الإسلامي أو للتراث الإسلامي وإن كان التراث الإسلامي كثير منه أو أكثره باللغة العربية ولكن حتى لا نغمط اللغات الأخرى وأصحاب اللغات الأخرى حقوقهم فإذا قلنا التراث الإسلامي فهذا أدق وهذا أقرب إلى الإنصاف وإلى العدالة فإن التراث الإسلامي شارك فيه أقوام كثيرون ولغات كثيرة اللغة العربية اللغة الفارسية واللغة التركية وهكذا كثير من اللغات شاركت في صنع هذا التراث فالأدق أن نقول التراث الإسلامي ليدخل في هذا المسمى من شارك مشاركة فعلية جادة في صنع هذا التراث نعود إلى ثقافة المحق من ثقافة المحقق في الشق الذي يرتبط بتكوين المحقق حتى بما أننا ذكرنا هذا حتى لا نبتعد عنه أو حتى لا نغفله المحقق مطالب بمعرفة ما كتب في أصول علم التحقيق فهناك مثلا تحقيق النصوص ونشرها لعبد السلام هارون هناك مثلا ضبط النص والتعليق عليه بشار عواد معروف هناك مثلا مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين لرمضان عبدالتواب هناك مثلا تحقيق المخطوطات الشرعية لمحيي هلال السرحان وهناك كتاب يجمع كثيرا من هذه المراجع وهو كتاب مناهج تحقيق المخطوطات توثيق ودراسة للدكتور عباس هاني الجراخ هذا الكتاب كتاب قيم تحدث فيه عن الكتب التي ألفت في مناهج التحقيق ومن المهم جدا في تكوين المحقق أن يعرف ما كتب في هذا الباب وهذا الكتاب مفتاح لهذا الباب فلابد أن يقرأ هذا الكتاب هذا المفتاح لابد أن يستعمل للولوج إلى هذا الباب لنعرف ما ألف في تحقيق المخطوطات الذي هو كما قلت قد ولد من رحم علوم الحديث وهذا يقود وهذا يقودنا إلى قراءة ما كتبه المحدثون وعلماء مصطلح الحديث في كتبهم مثل الخطيب البغدادي وهو لبنة مهمة جدا في علوم الحديث في علوم الحديث ثم ابن الصلاح ثم من جاء بعده الحافظ العراقي وابن حجر العسقلاني والسخاوي والصيوطي وهكذا فإذا مناهج تحقيق المخطوطات لا بد أن يقتنى وأن يقرأ لمعرفة ما ألف في هذا الباب في باب تحقيق المخطوطات وهنا لا بد في هذا الباب من قراءة من شارك من قراءة من قراءة كتب وجهود وبحوث ومقالات من شارك ومن أدلى بدلوه ومن أسس ومن قعد ومن كان له أثر كبير في هذا الباب وهنا لا بد أن نذكر كتابات الأستاذ محمود الطناحي والأستاذ عصام الشنطي والأستاذ بشار عواد معروف والأستاذ قاسم السام الرائي والأستاذ أحمد شوقي بن بين والأستاذ عبدالستار الحلوجي والأستاذ عابد المشوخي والأستاذ أيمن فؤاد سيد والأستاذ كمال عرفات نبهان والأستاذ عباس رحيلة والأستاذ فيصل حفيان والأستاذ يحيا ساعاتي والأستاذ قاسم السام الرائي والأستاذ محمد أجمل الإصلاحي وغيرهم هؤلاء من أبرز من كتب ومن اشتغل ومن كانت له بصمة في صناعة علم التحقيق كتابات هؤلاء كلهم لا بد للمحقق في طور التكوين أن يقرأها وأن يقف عليها أن يطلع عليها وأن يدرسها أن يدرسها دراسة جادة معمقة وإلا فلا يمكن أن يكون هذه الدورات وهذه الندوات وهذه المحاضرات هي مفاتيح يسيرة كما قلت وأعيد وأؤكد هذا هذه لا تكفي فلا بد للمحقق وهو يتعامل مع أجل تراث ومع أعظم تراث في الكون لا بد أن يكون إنسانا جادا مثابرا عميقا دقيقا يعرف شرفا هذه المهنة أو شرف هذا التخصص وأن لا يرضى لنفسه بالدون وأن تكون لديه أهداف كبرى بأن يكون شيئا مذكورا في هذا العلم في التعامل مع هذا التراث في خدمة الأمة من خلال إخراج هذا التراث وخدمته ونشره واستنباطه والاستفادة منه وتيسيره وتفتيحه على أحسن الوجوه وعلى أتم ما يكون من أعظم ثقافة المحقق التي ينبغي أن تكون متوافرة فيه بالأدوات والوسائل ثقافة تتعلق كذلك بالكتاب ولسيما بمؤلف الكتاب هذه الثقافة هي ثقافة اكتشاف المؤلف الحقيقي للكتب وهذا عندما يحصل تداخل أو اختلاط أو تزوير أو خطأ سهوا أو عمدا فهذا الذي له أمثلة كثيرة في تراثنا وهو مما يشكل تحديا من تحديات هذا التراث لا بد أن تكون لدى المحقق ثقافة واسعة في الطرق المؤدية إلى اكتشاف المؤلف الحقيقي إذا تداخلت النسبة وهذا له ارتباط كذلك بثقافة اكتشاف المؤلف المجهول هناك مؤلفات لا تنسب إلى أحد لا تعرف وهناك مؤلفات نسبت إلى غير المؤلف هذا شيء وهذا شيء وبينهما تداخل وهناك أكثر من عشرين وسيلة لاكتشاف المؤلف الحقيقي ما هي هذه الوسائل ما هي هذه الطرق كيف نحصل عليها وكيف نتحقق بها وكيف نكون قادرين على استخدامها وتفعيلها واستعمالها هذا من ثقافة المحقق الذي يجب أن يسعى إلى تحصيلها من ثقافة المحقق معرفته بالكتب التي هي ضمن كتب مثلا كما عند الصيوطي كما عند ابن حجر الهيتمي هناك كتب داخل كتب هناك كتب في صدور الكتب كيف نصل إليها كيف نعرفها كيف نتعامل معها هل نستطيع أن نخرجها هل هي نسخ أخرى تصلح أن تكون نسخا أخرى في التحقيق ما قيمتها ما مدى الاعتماد عليها من قام باستخراجها من قام بفهرستها من قام بالدلالة عليها هذا كله يجب أن يكون واضحا معروفا لدى المحقق هذا من ثقافته من ثقافته أيضا معرفته بالكتب الناقصة والكتب المستلة الكتب الناقصة تشمل عدة أمور تشمل الكتب التي لم يتم المؤلف تأليفها هذا واحد شيء آخر الكتب التي أتم المؤلف أو المؤلفون تأليفها ولكن سقط منها شيء في تاريخها سقطت ملزمة كراسة هم يقول في الماضي كراسة والآن نحن نقول ملزمة أو سقط جزء منها وهذا هذا الفرع سقط جزء منها يقود يقودنا أيضا إلى ثقافة أخرى للمحقق وهي معرفة النسخ التي تبعثرت في البلاد النسخ التي تبعثرت في البلاد يعني نسخة واحدة كتبها ناسخ واحد وهذه النسخة من عدة أجزاء فقد نجد جزءا في المشرق ونجد جزءا آخر في المغرب فهذه ثقافة يجب أن يعرفها المحقق وهذا يقودنا إلى شيء آخر يعني هذا العلم مثل السلسلة مترابطة الحلقات هي معرفة الخطوط معرفة الخطوط التي تقودنا إلى معرفة هذه الأجزاء المتناثرة أو إحدى الوسائل التي تقودنا إلى معرفة الأجزاء المتناثرة فإذن الكتب الناقصة إما أن المؤلف لم يتمها أو ألفها ولكن سقطت كراسة منها أو تبعثرت أجزاؤها أو طبعت ناقصة طبعت ناقصة هذه الطبعات الناقصة إما أن المحقق أخرج جزءا وترك الباقي وإما أنه لم يقف إلا على هذا الجزء وإما أنه أخرج جزءا ثم بعد ذلك عثر على أجزاء أخرى فما هي الكتب الناقصة وما هي الطبعات الناقصة هذا أيضا يقودنا إلى شيء آخر من ثقافة المحقق أن يعرف جهود المؤلفين في إتمام المؤلفات في إتمام المؤلفات هذا الإتمام هذا الإتمام قام به أناس متعددون إما أن يقوم به تلميذ المؤلف إما أن يقوم به ولده إما أن يقوم به عالم آخر في زمن آخر فإذا قام آخر بإتمام هذا الكتاب فما هو الكتاب الأصلي وما حجم الإتمام هناك تداخل مثلا تاج الدين السبكي قام بإتمام بعض كتب والده أبو ثلع العراقي قام بإتمام بعض كتب والده وقد يكون هناك تداخل ابن عابدين الإبن قام بإتمام حاشية والده الصيوطي قام بإتمام تفسير اللفه المحلي فما هو القدر الذي قام به هذا المتم لا بد من معرفة هذا وإلا قد تختلط الأمور وقد يكون بعد هذا يعني أن يحصل تداخل في النسبة خطأ في النسبة كما حصل مثلا في تفسير الجلالين تفسير الجلالين الذي هو لجلال الدين الصيوطي ولجلال الدين المحلي كلاهما يقال له جلال الدين فعرف التفسير بتفسير الجلالين ما الذي ألفه الصيوطي وما الذي ألفه المحلي المحلي شيخ الصيوطي من شيوخي وهو سابق عليه فيعني الذهن يسبق إلى أنه ألف القسم الأول وأن الذي جاء بعده تلميذه المتأخر زمانا عنه ألف الجزء الثاني ولكن الواقع غير ذلك لأن المحلي هو الذي ألف النصف الثاني من تفسير القرآن وامتهى إلى الآخر ثم رجع إلى الأول وفسر صورة الفاتحة وتوفي فجاء الصيوطي وأكمل من سورة البقرة إلى سورة الكهر ولكن الذي يتبادر إلى الذهن أولا كما قلت بأن المحلي هو سابق فلابد أن يكون القسم الأول له هذا ما سبق إلى ذهن حاج خليفة في كشف الظنون فوقع في خطأ وتابعه كثيرون وهذا يقود إلى مخاطر وهي أن الناقل عندما ينقل من النصف الأول سيقول قال السيوطي أو قال المحلي والذي ينقل من النصف الثاني سيقول قال السيوطي مع أن الأمر أذنى الصواب هو العكس تماما فإذن الكتب الناقصة بتفرعاتها بأنواع نقصها بما يستتبع هذا النقص من تتم من الطبعات الناقصة وأسباب وتنوع وأنواع هذه الطبعات الناقصة وأقسم هذا كله من ثقافة المحقق هناك اليوم طبعات ناقصة كتب ناقصة وهذا النقص كما قلت له صور له ألوان هذا كله يجب أن يعرف هناك الكتب المستلة من كتب يعني هي ليست كتبا مستقلة منفردة إنما استلت هذا الاستلال له تاريخ من الذي استل هل أذن المؤلف بذلك أم لا هل هذا الاستلال جيد أم لا ما هي الدوافع ما هي البواعث هذا كله من ثقافة المحقق من ثقافة معرفة بمصادر المؤلفين وهذه نقطة في غاية الأهمية معرفة بمصادر المؤلفين فعدم المعرفة بهذا يقود إلى أوهام شديدة جدا مثلا فخر الرازي في التفسير إذا قال قال القاضي من هو هذا القاضي هناك اصطلاحات لدى العلماء في كل علم هناك اصطلاحات وبالمناسبة يعني نستعجل ونقول بأن من ثقافة المحقق معرفة هذه الاصطلاحات كيف يحصل على معرفة هذه الاصطلاحات هذه الاصطلاحات هي جزء من التعريفات وجزء من معرفة الرموز فمعرفة التعريفات ومصادر التعريفات هذا يرجع بنا إلى معرفة مصادر الثقافة العامة في التراث العربي ومعرفة الرموز هذا له باب آخر معرفة الرموز الرموز في التراث العربي أيضا هذا شيء كبير متى نشأت هذه الرموز ما هي هذه الرموز ما هي الرموز الخاصة ما هي الرموز العامة كيف نصل إلى هذه الرموز ما هي الكتب التي ألفت في بيان هذه الرموز هذا كله من ثقافة المحقق وإلا فإنه سيقع في طامات وسيقع في أوهام كبيرة فالرازي عندما يقول قال القاضي القاضي المصطلح عليه عند علماء الكلام أنه إذا قيل قال القاضي فالمقصود به الباقلاني ولكن هذا الاصطلاح في تفسير الرازي لا يأتي ولا ينسجم لأن القاضي عند الرازي هو قاضي آخر ومما ينفع في هذا الرجوع إلى مصدر من مصادر الثقافة العامة في التراث العربي الإسلامي وهي كتب الإفادات والإنشادات الذي عرفنا إلى المقصود بالقاضي عند الرازي هو الإمام الشاطبي في كتابه الإفادات والإنشادات من ثقافة المحقق معرفة الإبرازات كما نقول في وقتنا هذا تعدد الطبعات العلماء كذلك كان لهم إبرازات المؤلف يؤلف كتابه أولا يبرزه أولا ثم قد يرجع ويؤلفه ويعيد النظر فيه فيخرجه مرة أخرى فمن هؤلاء العلماء الذين قاموا بإبرازات هذا موجود في تراثنا نص عليه العلماء النديم أو ابن النديم في الفهرست حاج خليفة في كشف الظنون له إشارات وكذلك أصحاب كتب التراجم في التراجم هناك إشارات وهذا موضوع كبير ولم أجد أحدا ألف فيه على طريقة الاستيعاب بل لم أجد حتى بحثا فيه وهذا جدير أن يفرد بالتأليف أن يقوم باحث جاد نابه مثابر متابع وأن يتتبع الكتب التي كان لها إبرازات متعددة إبرازتان أو ثلاثة البخاري ألف كتبه مرات وغيره ما هو السبب؟ ما هي الأسباب؟ هذا متروك أيضا لمن سيؤلف هذا الكتاب المنشود هذا الكتاب المنتظر لأن الإنسان يعني من هذه الأسباب أن الإنسان يمر بمراحل من العلم والثقافة يتسع علمه تزداد معرفته بالمصادر ينتقل من مكان إلى مكان أو يفقد كتابه أولا فيعيد تأليفه وهذا يقودنا إلى باب لطيف من أبواب تاريخ الكتاب وهو الكتب التي فقدت في تراثنا التي فقدها المؤلفون أنفسهم يعني هناك كتب فقدت على مر التاريخ بعد المؤلف لأسباب متعددة لسرق أو حرق أو غرق إلى غير ذلك أن يفقد الكتاب بعد المؤلف هذا شيء طبيعي وأنثلته كثيرة جدا 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 وقد رصد من هذا الكثير المكتبات التي حرقت أو غرقت أو سرقت أو نهبت إلى غير ذلك هذا رصد وكتب فيه ونكن هناك فرع آخر وهو أن يفقد الكتاب في حياة مؤلفه هذا باب آخر باب لطيف وأنا تتبعت هذا ووقفت على أكثر من مئة حادثة أكثر من مئة حادثة أكثر من مئة عالم فقد مؤلفه في حياته فهل أعاد التأليف أم لا وهل وجد هذا الكتاب أم لا وهل وجد هذا الكتاب بعد وفاته أم لا كل هذا كان موجود وله صور فهناك كتب فقد مؤلفوها ثم وجدوها هناك كتب فقدوها وذهبت ولم ينشط المؤلف لإعادة التأليف هناك كتب فقدت ولكن المؤلف قام بإعادة التأليف وهناك كتب وجدت بعد وفاة المؤلف وكل هذا له أمثلة من الأمثلة أن ابن هشام الإمام النحو المعروف كان مجاورا في مكة المكرمة وألف كتابا سماه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ثم خرج منصرفا إلى بلده إلى مصر ففقد هذا الكتاب في الطريق مغني اللبيب فقد طيب لآن لدينا كتاب اسمه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب الجواب أن هذا الكتاب هو المعاد هو المعاد ارجعوا إلى مقدمة ابن هشام فقد حكى هذا قال بأنه ألف كتابا في مجاورته في مكة قال وأصبت به في منصرفي إلى مصر وهو راجع إلى مصر أصبت به كيف أصيب به هل سرق ماذا هل خرج قطاع طريق كما خرجوا على ابن جني كان في طريق أصبهان خرج قطاع الطريق وسلبوا ما في القافلة ففقد ابن جني كتابا له ولكن وجد هذا الكتاب فيما بعد في أحد الوقوف في أصبهان يبدو أن قطاع الطريق رأوا هذه الكتب فرموها ماذا يصنعون بها فجاء من حملها ووقفها في أصبهان ولكن ابن جني توفي وهو في حسرة ذلك الكتاب فابن هشام قال ثم جاورت يعني من الله عليه بالجوار مرة أخرى ففتح الله عليه وأعاد تأليف الكتاب فهذا هذه من الإبرازات هذه من الإبرازات فهذا معرفة الإبرازات هذه مهمة جدا من فوائد هذه المعرفة من فوائد هذه المعرفة بالنسبة للمحقق أن تكون لديه خطة واضحة في إخراج الكتاب عندما تكون تحت يدي أكثر من إبرازة ماذا يصنع؟ هل يجمع بين النصين؟ هل يلفق بين النصين؟ ماذا يصنع؟ يعني هذا الكلام الذي نقوله معرفة الإبرازات وأهمية معرفة الإبرازات ليس عبثاً إنما له تعلق بالجانب التطويقي عند التحقيق وعند الإخراج هل من حقنا أن نلفق بين النسخ؟ وهذا أيضاً له تعلق ببعض مناهج التحقيق التحقيق هل يكون على نسخة الأصل على نسخة هي أصل؟ أم يكون على منهج المنهج المختار؟ على ما يسمى النص المختار؟ هناك من لا يرتضي هذا وأقول هذا نص محتار أن تلفق بين الإبرازات هذا كله له كلام هذا كله يدخل في ثقافة المحقق وفي معرفة مناهج التحقيق من ثقافة المحقق الاهتمام بالدشوت الدشوت ما معنى الدشوت؟ الكتب التي تناثرت أوراقها وفككت كراساتها وطارت كل مطار فهناك كتب سقطت منها ملازم كراسات وهناك كتب تفككت كاملاً هذه الدشوت فيها كنوز فيها كنوز من الممكن أن يعاد تصميم وبناء كثير من الكتب أخبرني أحد أمناء بعض الخزائن الخطية كان أميناً لمراقبة هذه الخزانة كانت هناك دشوت كثيرة فخطر له أن ينظر فيها وأن يجمع النظير إلى النظير وهذا يقدنا أيضاً ويذكرنا بمعرفة أهمية الخطوط والأوراق وهكذا فبدأت الحكاية بالتسلية ثم انتهت إلى نتائج في غاية الأهمية فقد أخبرني أنه استطاع أن يعيد بناء أكثر من سبعين مخطوطاً استطاع أن يعيد بناءها وبعضها وقف على عنوينها وبعضها استعانا بمن بالفريق المفهرس الموجود في ذلك المركز لاكتشاف ذلك الكتاب إذا لم يكن قد عثر أو لم يكن قد عثر على الورقة الأولى الاهتمام بالدشوت هذا قد يحقق معرفة بالكتب التي فقدت أو التي نقصت أو التي وهكذا التي ضاعت ولبعض المؤلفين ولبعض العلماء والمحققين قصص في البحث عن ورقة ضائعة أو عن كراسة ضائعة له قصص جميلة في هذا من ثقافة المحقق الاهتمام بتراث بلده ومتابعة ما يطبع من وهذا من باب الأولويات أن تعرف تراث بلدك وأن تتابع ما يطبع فيه مما يتعلق بالبلد أو مما يطبع فيه ولكل محقق وعلى كل محقق واجب أن يتابع تراث بلده وأن يتابع ما يطبع منه وهذا يتنوع بتنوع الانتماءات من ثقافة المحقق معرفة المحققين في العصر لا سيما أهل البلد لا بد أن تعرف المحققين أن تعرف مناهجهم أن تعرف جهودهم أن تعرف الاهتمامات التي تشغلهم لتكون جزءا من هذه العملية مما يحقق للمحقق ثقافة رائعة بالمناهج التي كانت لدى علماء المسلمين ولعلماء المسلمين مناهج في غاية الأهمية في التأليف معرفته وقراءته ودراسته للمقدمات الرائعات التي كانت في هذا التراث لا يحسن أبدا بالمحقق أن يجهل عددا من المقدمات التي تشكل معلما بارزا مهما مؤثرا رائعا في تراثنا وعلى سبيل المثال المقدمة التي كتبها ابن الأثير لكتابه النهاية في غريب الحديث والأثر لا يجوز لمحقق أن يجهل هذه المقدمة أو أن لا يطلع أو أن لا يدرس دراسة معمقة هذه المقدمة انظروا إلى هذه المقدمة واكتشفوا العقلية التي أملت هذه المقدمة واكتشفوا المنهج اكتشفوا الدقة اكتشفوا كثيرا مما قد يزعم بعض أهل العصر من أهل المشرق أو من أهل المغرب أنهم ابتكروه أو جاءوا به سوف ترون أن هذا كان موجودا لدينا من أبرز هذه الأشياء مثلا التي يعتزوا بها أصحاب المنائج في المشرق وفي المغرب قضية الدراسات السابقة اليوم في الجامعات الأطروحات العلمية عند الباحثين لا بد إذا قدموا موضوعا أن يقدموا مسوّغات هذا البحث وإذا كانت هناك جهود سابقة لا بد أن يعرجوا عليها وأن يبينوها وأن يبينوا الإضافة التي يمكن أن يقدموها من خلال بحوثهم هذه القضية هذه النقطة هذه الزاوية زاوية معرفة الدراسات السابقة هذه كانت واضحة جدا تمام لضوح في أذهان العلماء السابقين ومن أبرز الأمثل على ذلك مقدمة ابن الأسير ارجعوا وانقرأوا كيف كيف تعامل مع المصادر السابقة وكيف سوّغ عمله لماذا ألف هذا الكتاب لماذا ألف هذا الكتاب وهناك تراث كبير في غريب الحديث في معرفة غريب الحديث فهل كانت هناك ضرورة إلى تأليف الكتاب هذا كله ناقشه ابن الأسير فقضية الدراسات السابقة ليست جديدة ليست جديدة ويجب على المحقق أن يعرف جذور الأفكار جذور الأفكار أن يقرأ هذا التراث قراءة جادة واسعة متأنية هذا العلم لا بد له من الدأب ومن التعب ومن النصب ومن المتابعة لأن المحقق يتعامل مع أقدس تراث لدى الإنسانية هذا التراث الإسلامي الذي هو خلاصة دين وإن هذا العلم دين فانظروا عما تأخذون دينكم تراثنا دين ولا بد أن ننظر إليه هذه النظرة وأن نتعامل معه على هذا الأساس وأن يكون في نفوسنا كبيرا مقدرا مقدسا وأن لا يعبث به كما يعبث به العابثون اليوم التراث اليوم لا بواكية له لا بواكية له عندما تخرج مطبعات سيئة الصيت كتبا مشوهة وعندما يتعامل أغمار وعندما يتعامل أنصاف متعلمين وعندما يتعامل مع هذا التراث متدربون أو متاجرون فهذه كوارث وهذا إنما يقع بغفلة من هذه الأمة عن هذا التراث العريق العميق الدقيق الذي لا يوجد له نظير عند أمة من الأمم ليتنا عرفنا قيمة ما لدينا ليتنا عرفنا أهمية ما لدينا ليتنا عرفنا ماذا قدمنا للبشرية ليتنا عرفنا ماذا أفادت الأمم من هذا التراث وكيف حرصت عليه وكيف تابعته وكيف درسته وكيف ارتقت به وكيف نخلته نخلا ليتنا عرفنا هذا عند ذلك لن نسمح لو عرفنا هذا عند ذلك لن نسمح أن يعبث عابث أو أن يقصر مقصر أو أن يتاجر متاجر أو أن يهمل مهمل في التعامل مع هذا التراث من هذه الأفكار التي يعني أو من أمثلة هذه الأفكار وهي فكرة الدراسات السابقة هذا المثال الرائع الذي نجده في حياة الإمام الطبري المتوفى سنة عشر بعد الثلاثمائة يعني في مطالع القرن الرابع الهجري وهذا وقت مبكر ذكروا في ترجمته الحافلة المعلمة الرائعة أنا أدعو هنا أدعو الإخوة المشاركين والسامعين الأخوات المشاركات أن يقرؤوا وأن يستمتعوا وأن ينتفعوا بالترجمة والتعريف الرائع الذي كتبه يقوت الحموي في كتابه معجم الأدباء للإمام الطبري انظروا كيف صاغ تلك الترجمة وما هي الأفكار التي احتوت عليها وما هي الفوائد العلمية الرائعة التي جاء بها يقوت الحموي رحمه الله فمن هذه الفوائد التي استوقفتني ولفتت نظري أن الطبري أراد أن يؤلف كتابا في القياس والطبري إمام فقيه بل مشتهد ومشتهد محدث مشارك متفنن موسوعي الطبري أراد أن يؤلف كتابا في القياس فماذا صنع؟ ماذا صنع؟ قال طلب من وراقي أو من الورقين فجمعوا له الكتب المؤلفة في القياس وجاءوا له بثلاثين كتابا في القياس انظروا إلى هذه العظمة في تراثنا وفي تاريخنا وفي عمل المؤلفين كيف تكونت هذه المكتبة التي تترام اليوم في خزائن الشرق والغرب جاءوا له بثلاثين كتابا في القياس قبل أن يؤلف كتابهم وقدر الله أنه توفي قبل أن يؤلف هذا الكتاب فاسترجع الوراق استرجع هذه الكتب وفرأى خطوطا فيها رأى خطوطا يعني أن الإمام محمد بن جرير الطبري فهو ينظر في هذه الكتب كان يضع خطوطا هنا فكرة استوقفته هنا فكرة يريد أن يراقشها أو أن يرد عليها وهكذا قبل أن يؤلف كتابه يراجع ثلاثين كتابا وهذا له أمثلة وهذا له أمثلة وأتمنى أن يقوم باحث باستقصاء هذا كيف تعامل علماؤنا مع الدراسات السابقة في الموضوع الذي يريدون التأليف فيه لنبين للشرق والغرب أصالة تراثنا وأننا السابقون إلى هذا لا ننطلق من فراغ لا ننطلق من فراغ إنما نؤسس على ما أسسوا ونضيف على ما كتبوا ونزيد على ما فرعوا وهكذا ومن هؤلاء العلماء الذين عرفوا بجودة المقدمات التي تعلمنا الأصالة وتعرفنا كيف نكتب المقدمات يعني اليوم كتابة المقدمة فن المؤلف أو المحقق هو أمام تحدي في كتابة المقدمة كيف يقدم كتابه إلى الناس وكلامنا عن المحقق فلنخاطب المحقق كيف تستطيع أيها المحقق أن تقدم عملك لا بد أن يكون لديك أفكار واضحة وأن تتبع منهجية مترابطة كالسلسلة مترابطة الحلقات فهذه ثقافة كيف تحصل هذه الثقافة وكيف تكون هذه الثقافة عندما تقف وتطلع وتقرأ وتدرس المقدمات الرائعة التي سبق إليها العلماء المحققون فاقرأ إذن مقدمات ابن الأثير اقرأ مثلا مقدمات ابن الجوزي ولا سيما أدل هنا على المقدمة الرائعة التي كتبها ابن الجوزي لكتابه صفة الصفوة والباحث قد يستغرب أن توجد مقدمة رائعة لمثل هذا الكتاب الذي هو في تراجم الصالحين والزهاد أهل الورع فما هي المقدمة المتوقعة هناك إذا رجعنا وقرأنا سنعلم فهذا الكتاب صفة الصفوة بناه ابن الجوزي على كتاب سابق هو حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني وأبو نعيم مشى على طريق معينة في إيراد الرجال والتراجم ولكن ابن الجوزي وقد أراد أن يختصر هذا الكتاب وأن يوذبه لم يقتنع بتلك الطريقة فجاء بطريقة جديدة مبتكرة ومشى على منهج جغرافيا دقيقا في غاية الدقة فأمتع ونفع وأفاد فوائد كثيرة هو مشى على الطريقة الجغرافية وخصص لكل مدينة أن يذكر فيها أهلها يأتي إلى بغداد وقد جعلها مركز الكون وانطلق منها ينطلق مشرقا وينطلق مغربا انطلق من بغداد ذهب إلى الكوفة ذهب إلى البصرة ثم إلى المشرق وهكذا يأتي إلى بلد بلد فيذكر من كان فيه من الصالحين ومن أهل الزهد والورع إلى غير ذلك فقد أفادنا بهذا فائدة رائعة بدلا من أن يقوم الإنسان بتتبع مثلا أنا أريد أن أكتب عن أهل البصرة وعن أهل الكوفة وعن أهل بغداد وعن أهل مكة أريد أن أعرف من كان فيها وليس هذا فحص وإنما رتبهم كذلك على الطبقات فمثلا أنا أريد أن أعرف من كان في البصرة في الطبقة الأولى من كان من أهل العصر الذين عاصروا الحسن البصري مثلا أنا اليوم أريد أن أعرف مثلا طبقة معينة أريد أن أعرف قرنا معينة هذا مهم جدا مثلا أريد أن أكتب عن قرن عن تطور الدراسات اللغوية مثلا في الأندلس في القرن كذا كثير من كتب التراجم لا تسعفون بهذا لأن الأمور متناثرة حتى مثلا كتب طبقات النحات واللغويين إنباه الرواه للقفطي بغية الرواه للسيوطي وغيرهما رتبوا الكتب على الحروف فضيعوا لنا معالم التطور للعلوم فأنا مثلا إذا أردت أن أكتب عن علم النحو أو علم اللغة في القرن الخامس مثلا في بغداد فإن علي أن أقرأ الكتاب كاملا لأستخرج العلماء البغداديين أو الذين وردوا على بغداد في تلك الفترة حتى أستطيع أن أكون تصورا وأن أعرف ولكن ابن الجوزي عندما مشى على الطريقة الجغرافية ثم مشى على التاريخ ضمن الجغرافية فجمع بين منهجين فكان لديه منهج دقيق جدا عندما رتبهم على الطبقات رتبهم على الطبقات وبالمناسبة فأنا كنت قد تكلمت في محاضرة عن الزرقلي وكتابه الأعلام هذا الكتاب الرائع الكبير المهم الذي لا بد للمحقق أن يقرأه وهنا أستعجل وأقول قبل أن نصل هناك يعني هذه ستأتينا ولكن أخشى أن يدركنا الوقت هناك كتب لا بد للمحقق أن يقرأها لا بد للمحقق أن يقرأها لا يعفى أبدا منها كتاب الأعلام للزرقلي هذا الكتاب لا بد أن تقرأه أيها المحقق لا بد أن تقرأه من الألف إلى الياء ومن الجلد إلى الجلد كما يقولون لماذا؟ لماذا؟ هناك محاضرة خاصة يعني عن الزرقلي وكتابه الأعلام ولكن هذا الكتاب نستطيع أن نقول يعاني معاناة مرة لأن الزرقلي رحمه الله ألفه على الحروف فتقدم اللاحق على السابق وتقدم الإبن على الأب والحفيد على الجد والإسلام على الجاهل والأصحاب القرن الرابع عشر على القرون المتقدمة وهكذا وضاعت المعالم واختلطت وكنت أدعو إلى أن يعاد تأليف هذا الكتاب على الحروف وهناك من ألفه أعاد ترتيبه على الحروف ولكن اختصر التراجم والأستاذ زهير زازة وهو عمل رائع مشكور ولكن ما زلنا ننتظر من يعيد تأليف هذا الكتاب على الوفيات عند ذلك سنقرأ تاريخا وسنقرأ تراجم وسنعرف تطور العلوم وتطور الأشياء لو أن الزرقلي ألفه هكذا على الوفيات لقدم لنا تراجم أعلام ولقدم لنا تاريخا فأنا مثلا عندما أريد أنا أهتم مثلا بقرن معين سأعود وأقرأ أصحاب الذين أو الذين توفوا في ذلك القرن فسأعرف السياسة سأعرف الأحداث سأعرف التطور العلمي سأعرف العلماء البارزين سأعرف أبرز الأحداث من خلال هؤلاء الذين كانوا في ذلك القرن وهكذا فهذا الكتاب لا بد للمحقق أن يقرأه ومن الفواد التي سيجنيها أيضا معرفة خطوط العلماء التي قد ألمعت إليها سابقا معرفة الخطوط مهمة جدا في أكثر من باب في معرفة في الرجوع إلى الدشوت في معرفة النسخ المتناثرة في معرفة يعني الخطوط العلماء ما يتعلق بها من تزوير وغير ذلك وهذه المعرفة من وسائلها قراءة الأعلام لأنه قد أورد كثيرا من خطوط العلماء واليوم هناك من اهتم بهذا وتابع وصدرت كتب تأتي بصور ونماذج لخطوط العلماء ومن ثقافة المحقق العناية بهذه الكتب خطوط العلماء هذا مهم جدا والكتاب الآخر الذي لا بد للمحقق إذا أراد استكمال ثقافته التحقيقية من قراءته هو كتاب كشف الظنون كشف الظنون عن أسام الكتب والفنون لحاج خليفة هذا الكتاب ليس مصدرا ومرجعا نرجع إليه عند الحاجة هذا الكتاب لا بد أن يقرأ لا بد أن يدرس من أوله إلى آخره وعند ذلك سترى وستطلع وستقف على كنوز من المعرفة كنت قد ذكرت في بداية حديثي بأن من ضرورات المحقق أن يعرف تاريخ الكتاب الكتاب من حيث هو كتابا من حيث هو كتاب لا من حيث الكتاب المعين إنما من الكتاب المجرد وقلت بأن هناك أكثر من مئتي مفردة هذه المفردات أنا جمعتها تتبعتها وجمعتها من أين أتيت بها؟ أتيت بها من كشف الظنون أنا قرأت هذا الكتاب قراءة معمقة أكثر من مرة واكتشفت هذه المفردات تاريخ الكتاب تاريخ الكتاب هذه المفردات استخرجتها من كشف الظنون ولو اتسع الوقت يعني أنا الآن أستعرض عنوين لهذه المحاضرة رؤوس أقلام وإلا فكل مفردة وكل معلم هذه المعالم في الواقع تحتاج إلى محاضرة أو إلى محاضرات من ذلك مثلا تاريخ الكتاب ومفردات هذا التاريخ في ضوء كشف الظنون هذه المفردات إنما استخرجتها من كشف الظنون من خلال الدراسة المعمقة بهذا الكتاب فإذن هذان الكتابان لا بد للمحقق أن يقرأهما نعم أيها الأخوة أيها الأحبة أيها السامعون والمشاركون الكرام الفضلاء النبلاء الحرصون على العلم والحرصون على التراث والحرصون على هذه الأمة على ماضيها وعلى واقعها وعلى مستقبلها وعلى تكوينها وعلى غدها الأفضل إن شاء الله على تحقق الجمال وعلى الحفاظ للحفاظ على الحكمة نحن جميعا مطالبون مطالبون بأن نكون بمستوى هذا التراث هذا التراث لابد لهم التعب لابد أن يكون تكويننا صحيحا ودقيقا وقويا ابن الجوزي رحمه الله هذا العالم الجليل يتحدث لابنه في كتابه لفتة الكبد في نصيحة الولد يتحدث لابنه فقد رأى منه تهاونا وقصورا ينشط من عزمه ويثير من حميته ويرفع من همته فيذكر له شيئا من تاريخه هو أنه قرأ وهو في أثناء الطلب أكثر من عشرين ألف مجلد قرأ أكثر من عشرين ألف مجلد قال وكنت إذا وقعت على كتاب لم أقرأه فكأنما وقعت على كنز كالذي يقع على كنز كالذي يخرج له في حفيرة كنز من كنوز الأقدمين من الذهب الأحمر من السبائك هكذا كان شعوره شعور ابن الجوزي إذا وقف على كتاب لم يره ولم يطلع عليه ولم يقرأه هكذا هي قيمة العلم هكذا هي قيمة الكتاب الجديد فالمحقق إذا أراد أن يكون جادا لا بد أن يكون مطلعا هذا الاطلاع ومثقفا هذه الثقافة وأن يكون عالما هذا العلم وأن يكون لديه الشعور الكبير بالمسؤولية وهو يتعامل مع هذا التراث من حيث كونه أو من حيث كونه تراثا ومن حيث كونه علما والعلم يحترم أي أن كان العلم يحترم ومن حيث كونه دينا فهو شيء مقدس ومن حيث كونه قربا يتقرب به إلى الله وكذلك من باب الاحترام لهذه العقول التي أنتجت هذا التراث وهذا شيء يتعلق بالثقافة الأخلاقية من ثقافة المحقق أيضا الأخلاقية هناك ثقافة علمية ثقافة أدبية هناك ثقافة أخلاقية للمحقق وهي يعني لو اتسعى الوقت لتحدثنا عنها الثقافة الأخلاقية للمحقق من هذه الثقافة الأخلاقية احترام العقول التي أنتجت هذا التراث وأنت أيها المحقق وأنت تتعامل مع هذا الكتاب الذي أنتجه عقل من عقول علماء المسلمين لا بد أن تحترم هذا لا بد أن تحترم هذا وأن يكون تعاملك معه تعاملا أخلاقيا راقيا أنا أقول أحيانا أيها الإخوة لو أن بعض المؤلفين لو علموا بما سيقوله محقق عنهم بما سيعلق به في الحواش على كلامهم من كلام هو أقرب إلى السفة من كونه تعليقا علميا محترما لو علموا هذا لما ألفوا لو عرفوا هذا لما تركوا هذه الكتب لما شاركوا بهذا التراث ولعل من أسباب هذا ولعل مما يفسر يفسر على هذا مما يفسر ظاهرة وجدناها في التراث وهذه أيضا من ثقافة المحقق التي يجب أن يعرفها وهي الكتب التي أتلفها أصحابها هناك أدباء أتلفوا شعرهم أتلفوا دواوينهم وطبعا هذه خسارة خسارة إبداع ولهذا صور ولهذا صور هناك المسوّغ وهناك غير المسوّغ وهناك الأهم العلماء الذين أتلفوا مؤلفاتهم لماذا؟ لماذا أتلفوا؟ هل هذا معقول؟ أن الإنسان يبذل جهدا ووقتا ومالا على كتاب علمي على مشروع علمي ثم بعد ذلك يقوم بإتلافه؟ لماذا هذا حصل؟ ما تفسيره؟ له تفسيرات وله أسباب فلعل من هذه الأسباب أنه لم يجد لم يجد التكريم الكافي لقاء عمله هذا وجد جحودا أو نكرانا أو عدم التفات أو عدم اهتمام أو غير ذلك وهناك يعني أسباب أخرى قد تعود إلى النية إلى النية قلت بأن هذا التراث دين والذين كونوا هذا التراث هم من كان يراقب الله في كل حرف يسطره ولهذا كانوا إذا شكوا في نواياهم تخلوا عن تلك الأعمال كما فعل المفسر الشنقيقي ألف كتابا في الأنساب ثم أتلفه قال لأن نيتي لم تكن خالصة هذا التراث هذا التراث إذن صنع على عين الله هذا التراث كون على عين الله سبحانه وتعالى وبمراقبة لله سبحانه وتعالى ولهذا حفظ الكثير منه ولهذا بقي صامدا يجالد الأهوال العاتية الموجات العاتية الذي بقي منه بعد تلك النكبات والكوارث إلى اليوم هو مفخرة المفتخرين في خزائد المشرق والمغرب إذن أيها الإخوة من الثقافة الأخلاقية احترام احترام عقول من ألف ومن كتب ومن شارك ومن نفعنا يجب علينا أن نقدر الظرف الذي كتب فيه هذا التراث أن نعرف الزمن الذي كتب فيه أن نقدر هذا فإذا وجدنا شيئا لا يوافقنا لا نبادر لا نبادر إلى الإنكار أو إلى التخطئ أو إلى يعني التعالي والتعالم على علمائنا وعلى ما كان ويجب المعذر المعذر يكتون الحبيب على المقاطعة لكن فقط ننوه أنه بقي نصف ساعة لانتهاء المحاضرة بارك الله بكم وأجزاك الله أنك الخير فكل كتاب له وعاؤه وله ظرفه الزماني والمكاني فمن الثقافة الأخلاقية مراعاة هذا نعود إلى المقدمات التي يجب أن نهتم بها بعد أن ذكرنا مقدمة بن الجوزي في صفة الصفة وقادنا يعني هذا إلى ضرورة التكوين العالي للمحقق وكيف ضربنا الأمثلة ببن الجوزي بما بذله من جهد وأن هذا الجهد يجب أن يقدر وأن يحترم نذكر أيضاً ما كتبه القرط بالمفسر ما كتبه الصفدي في الوافي بالوفيات ما كتبه ابن حجر في شرح البخاري ومسلم في الصحيح والنووي في المجموع الطبري في التفسير والقرافي في الزخيرة وابن خلكان في وفيات الأعيان هذه مقدمات مهمة ومن ثقافة المحقق حتى يكون تكويناً صحيحاً في التفكير الرياضي المنظم المنسق وهو يكتب المقدمة وهو يتعامل مع هذا النص الذي يريد إخراجه للناس من أسسر من ثقافة من ثقافة المحقق حُصن التعامل مع اللغات حسن التعامل مع اللغات هناك من المحققين من هو أحاد اللغة وهناك من هو ثناء اللغة وهناك من هو ثلاث اللغة وهناك من أكرمه الله بتعدد اللغات وكان في علمائنا من يدق اللغات تتجاوز عشر لغات وهذه من المواهب التي يختص الله بها والمواهب موزعة في الناس تراثنا كنت قد ألمعت سابقاً في البداية أن تراثنا الإسلامي شارك فيه أقوام متعددون فهناك تراث كتبة بالعربية بالفارسية بالتركية بالأردية وهكذا فإما أن يكون الكتاب كله بلغة أخرى وإما أن يكون بعضه وإما أن تكون هناك مفردات أو جمل فكيف نتعامل مع هذه الجمل مثلاً هناك كتاب لحاج خليفة لم يطبع بعد يعني هو ممزوج بين العربية والفارسية هناك كتب تأتي فيها جمل وهذا كثير لاسيما من اللغة الفارسية فمن ثقافة المحقق حسن التعامل مع هذه اللغات فإذا كان قادراً إذا كان هو قادراً كان متمكناً من لغات أخرى فبها ونعمة وإلا فإن عليه أن يستعين بمن هو قادراً على معرفة تلك الجمل تلك المفردات ليكون حسن التعامل معها مثلاً هناك كتاب هو التدوين في أخبار قزوين للرافعي الرافعي إمام مجتهد شافعي محدث حافظ له مشاركة في علوم متعددة منها الفقه ومنها الحديث ومنها التاريخ وقدم كتاباً رائعاً في تاريخ قزوين قزوين التي تقع اليوم في أذربيجان مدينة لها في تاريخ العلم موقع كبير هذا الموقع نستشفه من هذا الكتاب الرائع الذي ألفه هذا الفقه التدوين في أخبار قزوين ومما يؤسف له أنه طبع طبعة رديئة شائعة لا تليق بهذا الكتاب أبداً كما هي الأمثلة الكثيرة جداً في التعامل مع هذا التراث المظلوم المنكوب الذي ينكب على أيدي أهله قبل أعدائه الرافعي روى في التدوين عن عبدالغفار بن عبيد الله محمد بن زيرك قال رأيت أبا طير بن سلم في المنام فقلت ما فعل الله بك فقال حاسبني وهو ما كهبكاري استهام وأتم عليكم فكان يتجاوز هكذا ذكر الكلام ملمعاً ما معنى ملمع قال هو الكلام باللغتين العربية والفارسية ما هذه الجملة؟ كان يجب على المحقق لو كان محققاً جاداً ذا ثقافة حقيقية في التحقيق أن يبين للقارئ ما هذه الجملة؟ وربما كان فيها تحريف ربما كان فيها أخطاء فكيف نخرج من الخطأ؟ فمثلاً وهما هي صوابها هرما كبكاري هذه اللغة الفارسية أي قال له الله كيف أي شهر تزرع يعني كأنك أضعت عمرك فكان يتجاوز ولكنه تجاوز عنه المهم أنا أريد هذه الجملة وهناك جمل كثيرة في التراث جمل كثيرة في التراث في اللغة الفارسية وغيرها فمن ثقافة المحقق حسن التعامل مع اللغات حسن التعامل مع اللغات من الأمثلة التي تذكر وتشكر هنا ما فعله أستاذ الدكتور أحمد الهيب الذي حقق جزءاً من تاريخ دمشق لابن عساكر وكان فيه جمل بالفارسية فإنه رجع إلى مختص إلى عالم باللغة الفارسية استعان به لترجمة هذه الجمل ووضع في الحواشي فأحسن بذلك إحساناً كبيراً يشكر على هذا هذه هي الجدية وهذه هي ثقافة التحقيق الحقيقية وهذا أيضاً من احترام اللغات احترام هذه اللغات التي جاء بها جزء من هذا الكتاب وهذه الجمل فيها علم فيها علم ومن حق القرأ علينا أن يعرف هذا الجزء قد لا يتوفر له من يعينه على معرفتها وقد يكون كما قلت في هذه الجمل تحريفات يعني التحريف وهو شيء كبير جداً يعني من التحديات التي يعني يواجهها المحقق كيفية التعامل مع التصحيف والتحريف وهذه أيضاً من ثقافة المحقق ويعني هذه الثقافة كيف تتكون ما هي وسائلها ما هي مفرداتها كيف تحصل هذه الثقافة للمحقق معرفة التحريف والتصحيف واكتشاف وسائل أو معرفة الوسائل التي تؤدي به إلى اكتشاف الصواب الكلمة الصحيحة ليحقق هذه الكلمة والكلمة في تراثنا غالية جداً أدعوكم هنا أن تقرأوا ما كتبه الأستاذ الشيخ عبدالفتة عبدالله رحمه الله في كتابه صفحات من صبر العلماء عن الكلمة العلمية عند المسلمين قيمة هذه الكلمة وتقدير هذه الكلمة وكيف كونت هذه الكلمة وكيف أسست هذه الكلمة الكلمة العلمية عند المسلمين هذه لها تاريخ هذه بحد ذاتها لها تاريخ اقرأوا ما كتبه الشيخ من كتابة رائعة في كتاب صفحات من صبر العلماء فإذا دكتور أحمد الهيب يشكر كما قلت على حسن تعامله في جزء من تاريخ دمشق بالتعامل مع هذه اللغات وكانت تحت لدي بعض تحت يدي بعض الأمثلة لعلي أجدها لأذكرها لكم نعم هذه مثلا هناك كتاب اسمه أحكام النساء لأبي الفرج أحكام النساء وهو كتاب رائع الحقيقة التأليف للمرأة هذا له في تراثنا أمثلة وهذا من السبق شيء جميل أن العقول المسلمة لم تتوجه فقط إلى إلى الرجال لا هناك كتب ألفت للرجال هناك كتب ألفت للأطفال هناك كتب ألفت للنساء هناك كتب ألفت للملوغ وهذا أيضا من ثقافة المحقق وهو من مفردات من مفردات تاريخ الكتاب فهذا الكتاب أحكام النساء بعد أن ذكر الأحكام التي تهم المرأة ختمه بباب جميل عن النساء اللواتي هنا يعني يشكلنا القدوة وانظروا أيضا إلى هذا يعني هذه البراعة في التأليف التعليم بالقدوة فختم الكتاب بذكر نماذج رائعة لنسوة كان لهن يعني في العلم والعمل موقع ليثير همة النساء بالاقتيداء فذكر في ترجمة جوهرة امرأة أبي عبد الله البراثي وهي من النسوة الزاهدات ذكرت جملة وهي كاروان رفث هكذا جاءت قالتها هذه المرأة كاروان رفث أو في نسخة أخرى كاد وأن ترقب في نسخة أخرى كاروان برفث ما الصواب ما الصواب في هذا المحققون سكتوا الصواب كاروان رفث وهي كلمة كلمتان فارسيتان معناها القافلة ذهبت هذه المرأة العابدة يعني كانت تقول بأن القافلة يعني الناس سبقون الناس سبقون قافلة للناس الصالحين والصالحات قد سبقون فعلينا أن نشد المئزر وأن نقوم بالواجب علينا تجاه ربنا وتجاه الآخرة القافلة ذهبت كاروان رفث فانظروا كيف عرض لها التحريف والتصحيف فالقارئ لن يعرف هذا القارئ الذي لا يعرف اللغة الفارسية هذا من واجب محقق من ثقافة المحقق حسن التعامل مع اللغات نعم من ثقافة المحقق معرفة العروض في الكتب كثير من الشعر هذا غير الدواوين فتخيلوا أن شخصا يحقق ديوانا فهو لا يعرف علم العروض هذا لا يعذر إطلاقا فأما الذي يحقق كتبا فيها شعر فيعني ربما ربما كان لا يحسن العروض هنا عليه أن يحسن التعامل مع الشعر بأن يستعين بعالم بهذا والأولى والأعلى والأجل أن يعرف هذا العلم هو ليحسن التعامل مع ذلك وهذا الخطأ فيه اليوم أيضا كثير هناك شعر كثير مكسر مكسر لا ينضبط هناك شعر صار نثرا والأمثل على ذلك كثيرا لا يتسع الوقت لأنني أذكر شيئا هناك شعر صار نثرا هناك نثر صار شعرا وهو ليس بشعر جعله المحقق ظنه شعرا هناك شعر تداخلت أشطاره فلم يستطع المحقق أن يميز بين الصدر وبين العجز بين الشطر الأول والشطر الثاني هناك شعر دخله التحريف هناك شعر لم يكتب على هيئة الشعر كيف يكتب الشعر كيف يكتب الرجز هذا كله علم يحتاج المحقق أن يعرفه وحتى إن لم يكن بارعا فيه فعلى الأقل أن يكون لديه تصور يكون لديه ثقافة يعني جزئية أو كلية فإذن من ثقافة المحقق معرفة العروض حتى لا يقع في هذه الطامات أن لا يجعل الشعر نسرا ولا يجعل النسرا شعرا وأن لا يكسر الأوزان وأن يحسن التعامل مع توزيع الأشطار كما أن من ثقافته أن يحسن توزيع وإخراج النص من حيث البدء ومن حيث الختام ومن حيث التقسيم الداخلي وهذا يأتي بنا أيضا إلى الجملة الأخرى أو إلى المعلم الآخر وهي ثقافة علم أدوات الترقيم وبعض شيوخنا يسميها أدوات التفهيم أدوات التفهيم لأنها جعلت لتساعد القارئ على الفهم السريع والدقيق والصحيح والإخلال به اليوم أيضا كثير وأنا كتبت في شيء من هذا الإخلال وهو وضع النقطتين الشارحتين أين توضع أين توضع النقطتان الشارحتان هناك إخلال بهذا هناك من لا يحسن وضع هاتين النقطتين فتأتي في غير مكانها فتحدث خلالا كبيرا كتبت في هذا مقالين وهما موران في شبكة الألوكة لا يستطيع من يريد أن يرجع إليهما فإذا من ثقافته معرفة علم فن أدوات الترقيم أو أدوات التفهيم هذا من حيث الأدوات وهذا أيضا كما قلت يأتي بنا إلى حسن ومعرفة إخراج النص من حيث البدء والنهاية والتوزيع الداخلي نعتبر بكم دكتور المقاطعة مرة أخرى بقي عشر دقائق وتنتهي محضر بارك الله فيك نعم ومن ثقافة المحقق الاهتمام بالرموز والإشارات والاختصارات هذه الرموز بعضها عام وبعضها خاص وكذلك الإشارات وكذلك الاختصارات بعضها يصرح به المؤلف أو الناسخ وبعضها لا يصرح هنا كيف يكتشف المحقق هذه الرموز وهذا لا بد له من ثقافة لا بد له من معرفة ولا بد له من متابعة ليحصل على الثقافة التي تؤهله للتعامل مع هذه الرموز والإشارات والاختصارات نعم ينصح هنا ينصح هنا بصحبة المحققين وتأمل أفعالهم وينصح باستمرار الحفظ لا بد لا بد أن يطلع المحقق على دليل المحقق وهو دليل كنت قد كتبته ووضعت فيه خمسين فقرة خمسين دليلا منورا يستنير به المحقق خمسون فقرة خاطبت بها المحقق وكنت أريد أن أذكرها ولكن لم يبقى الآن وقت يتسع لذلك هناك هناك يعني كما قلت أشياء كثيرة هي خمسون فقرة هذه لا بد هي من تمام ثقافة المحقق لا بد أن يعرفها في الختام في الختام أشير إلى أمر مهم جدا وأقول ما قاله أولا السلف يقول الأسلاف من التاجر التاجر إذا غاب عن السوق ثلاثة أيام قل بصره ما معنى هذه الكلمة؟ قالوا من غاب عن السوق ثلاثة أيام قل بصره يعني التاجر إذا غاب عن السوق المتعامل إذا غاب عن البورصة ساعة أو أقل يعني تتغير تتغير الأمور ما بين دقيقة وأخرى وساعة وأخرى فكيف إذا غاب التاجر ثلاثة أيام عن السوق قل بصره يعني قلت معرفته بالسوق بالبضائع الرائجة بالبضائع المطلوبة بالأسعار صعودا ونزولا وهكذا فالتاجر الناجح والذي يكون على صلة دائما بالسوق وهكذا كل تاجر في تجارته وأهل العلم ليسوا تجارا ولكن يعني من باب ذكر يعني النظير ومن باب الاستعارة أهل العلم ليسوا تجارا أبدا إنما هم تجار مع الله نعم ومع الحقيقة نعم فا استعير هذا لأقول بأن العالم أو المحقق والخطاب إلى المحقق ومن يشتغل في هذا الميدان ومن دخل في هذا الميدان ومن يعيش في هذا الميدان أو من يريد أن يكون كذلك وأن يقدم خدمة تذكر لابد أن يكون على صلة دائمة مباشرة بهذا العلم وبأهله وبميادينه فأنا أستغرب مثلا أستغرب مثلا من محقق لا يتابع معارض الكتب أستغرب من محقق لا يعرف الطبعات الساقطة والطبعات المعتمدة أستغرب من محقق لا يتابع مثلا المجلات ذات الصلة مجلة معهد المخطوطات العربية مجلة التراثيات التي تصدر عن دار الكتب في مصر مجلة العرب تصدر في الرياض مجلة آفاق الثقافة والتراث التي تصدر عن مركز جمع الماجد للثقافة والتراث في دبي وكذلك النشرة التي تصدر عن المركز بعنوان أخبار التراث أو الذي استغربنا المحقق الذي لا يتابع مجلة المورد العراقية وهكذا المجلات ذات الصلة المجلة المهمة التي تصدر عن الرابطة المحمدية للعلماء في الرباط المجلة التراثية التي تصدر ويصدر عن الرابطة بفروعها بالمراكز التي تقوم عليها يصدر مجلات مهمة ومن أهمها مرآة التراث التي تصدر عن الرابطة المحمدية الأصل في الرباط المجلة الأحمدية التي كانت تصدر في دبي فهذه المجلات ونظائرها هذه أنا فقط ضربت أمثلة والمعذرة للمجلات وأصحابها التي لم تذكر وهي كذلك مهمة في بلاد المسلمين المحقق يجب أن يعرف هذه المجلات وأن يبقى على صلة معها وأن يتابعها وأن يعرف ما ينشر بها لا بد أن نعرف الكثير مما يتعلق بتاريخ التحقيق وواقعه مثلاً هناك كتب صدرت لا ينبغي للمحقق أن يجلى صناعة المخطوط العربي الإسلامي من الترميم إلى التجليد ندوة تاريخ الطباعة العربية حتى انتهاء القرن التاسع عشر كذلك اليوم مثلاً الإصدارات المهمة التي تصدر عن مؤسسة الفرقان في لندن لا يجوز للمحقق أن يكون بعيداً عنها أو أن يجهلها كلها يجب أن تقرأ هذه الكتب هذه البحوث هذه المقالات يجب أن تقرأ أن تدرس أن ينظر فيها أن يبحث فيها أن يستفاد منها وكيف يستفاد منها؟ كيف نقرأ؟ ذلك كتب في غاية الأهمية لثقافة المحقق وهي أيضاً عنصر من عناصر تكوين الثقافة العامة في التراث العربي الإسلامي هي كتب التذكرات أو الكنانيش أو المجاميع هذه مهمة جداً في ثقافة المحقق مثلاً التذكر لأحمد تيمور هذه يجب للمحقق أن يقرأها يجب عليه أن يقرأها الكناش لعبد السلام هارون يجب أن يقرأ إصدارات معهد المخطوطات العربية ومنها مثلاً الكتاب المهم التراث العلمي العربي مناهج تحقيقه وإشكالات نشره هذا كتاب مهم يجب أن يقرأ وهناك إصدارات في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي منها مثلاً التصاوير العلمية في المخطوطات العثمانية هذا مهم جداً أن يقرأ ومن الكتب التي تأتي في أعلى الهرم مما يجب على المحقق أن يقرأه وقد أخرت ذكره ليكون في الخاتمة والخاتمة يعني هي المسك هذا الكتاب المهم الرائع مصطلحات الكتاب العربي المخطوط الذي أصدره الأستاذ أحمد شوقي بن بين والأستاذ مصطفى طوبي في المغرب في الرباط مصطلحات الكتاب العربي المخطوط وهذه الطبعة الخامسة هي المعتمدة وهي التي ينبغي أن يحرص عليها فيها زيادات يجب أن نتابع لو صدرت الطبعة السادسة كذلك يجب أن نأتي بها قضية التعامل مع الطبعات هنا ألمع وإلمع إلى قضية التعامل مع الطبعات هذا من ثقافة المحقق أن يعرف الطبعات الساقطة الطبعات المعتمدة الطبعات الجديدة المزيدة المحققة المنقحة وهكذا فهذا الكتاب يجب أن يقرأ يجب أن يقرأ يعني لا يجوز لمحقق يعاني التحقيق أو يريد أن يكون محققا أو يشتغل بالتحقيق في الدراسات العليا وهكذا وهو لم يقرأ هذا الكتاب مصطلحات الكتاب العربي المخطوط وهذا فضلا كما قلت عن الكتب التي تؤسس تكوين المحقق وكذلك الكتب التي تناولت أصول علم التحقيق هي كتب علوم الحديث من أكتاب ابن الصلاح وغيره يعني من هذه الكتب كذلك هذه مجلة مع المخطوطات العربية هذا أيضا كتاب مهم المدخل إلى علم الكتاب المخطوط الحرف العربي صادر عن مؤسسة الفرقان هذه يعني كتب مهمة كما قلت المخطوطات العربية وتقاليد وهو أنس خلدوف هذا صدر عن مركز جمعة الماجد هذا أيضا كتاب مهم مهم جدا للمحقق عبقرية التأليف العربي علاقات النصوص والاتصال العلمي للأستاذ كمال عرفات نبهان يجب هذا هذا من يعني من تكوين الثقافة فعلا هذا ذكرته ندو التاريخ الطباع العربية هذا أيضا صناعة المخطوط العربي الإسلامي هذاني صدراء عن مركز جمعة الماجد إلى غير ذلك أيها الإخوة الأحبة يعني هذه رؤوس أقلام هذه رؤوس أقلام من هذا الموضوع المهم ثقافة المحقق هذه الثقافة التي هي ثقافة علمية أدبية أخلاقية هذا موضوع كبير أعتذر منكم يعني اكتفيت برؤوس الأقلام يعني بهذه المعالم العامة معالم العامة تحت كل فقرة تحت كل مفردة كلام كثير ينبغي أن يعرف وأن يقال يعني أذكر نفسي وأذكركم وأدعو نفسي وأدعوكم وأقول لنتق الله بهذا التراث لنتق الله بهذا التراث لنتق الله بهذا التراث أنادي المحققين ومراكز البحث ودور النشر المطابع أن نتق الله جميعا بهذا التراث التراث الذي هو دين الذي هو مفخرة لا يجوز أن تهمل ولا أن تضيع يجب أن نكون بمستوى هذا التراث لنتذكر قول علم واحد من أعلام هذا التراث الكبير الجليل وهو الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله وهو فرد من هذه الكتيبة الرائعة الكبيرة التي شاركت في تكوين هذا التراث العظيم يقول ابن حجر رحمه الله وكان يبحث عن حديث يبحث عن حديث يقول في كتابي التلخيص الحبير وهو يعني يذكر حديثا قال مررت انتبهوا أيها الإخوة أرجوكم قال مررت على أكثر من ثلاثة آلاف جزء فما استطعت أن أكمل له سبعين طريقة انتبهوا اسمعوا أيها الإخوة الأحبة والنبلاء الفضلاء قال مررت على أكثر من ثلاثة آلاف جزء هو يبحث عن حديث فمر على أكثر من ثلاثة آلاف جزء هذا هو البحث هذه هي الهمة هذا هو الشعور بالمسؤولية هذا هو الباحث الجاد الإنسان يجب أن يكون جادا أن يكون عميقا الكثرة ليست هي المهمة يقول دكتور شكري فيصل رحمه الله ومن أعلام هذا التراث المجودين أيضا قال جود عملا واحدا يكفك ليست الكثرة هي المهمة اعمل عملا واحدا حقق كتابا واحدا بدقة وأمانة وحصافة وعلم قدمه للأمة وإلى العالم هذا يكفي ليس المهمة الكثرة أبدا جود عملا واحدا يكفك وإذا هكذا هكذا علماؤنا يبحث عن حديث واحد فيمر على أكثر من ثلاثة آلاف جزء لنكن عميقين لنكن عميقين وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله أحد المؤسسين الكبار يا ذا التراث إذا طلبتم العلم فدققوا لألا يضيع دقيق العلم أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم